وفي قطاع النقل العام أيضاً كشف وزير النقل خالد سيف عن تطوير أربعة برامج للنقل في الأردن من بينها النقل المدرسي لنقل طلبة خاصة للمدارس الحكومية وقال سيف إن هناك برامج نقل لإطلاق خدمته نقل للطلب الجامعيين في مختلف مناطق المملكة حيث سيكون هناك 265 حافلة لخطوط الجامعات يستفيد منها 120 ألف طالب كما سيتم افتتاح مجمع في أربد بكلفة عشرة ملايين دينار وكشف سيف أيضاً أنه سيتم مع بداية العام القادم توسيع قسائم دعم لمستخدم وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكملي للنقل تكافل الآن نتحدث عن برنامج الدعم التكملي لدعم ركاب الفقراء أو الأقل حظاً وهذا برنامج جديد ويتم من خلال صندوق المعونة الوطنية وهذه فرصة أيضاً أن أشكر وزارة التنمية على إفساح المجال لوزارة النقل أن تقدم لأول مرة دعم مباشر للراكب الفقير حيث ستصل هذه الخدمة إلى 10 ألاف أسرة ويتم دعم 25% من فاتورة التنقل لهذه الأسر